قبل أيام من انتخابات الإعادة الرئاسية في تركيا حدث خلاف داخل حكومة رجل طيب أردوغان بشأن التمسك بما يسميه البعض برنامجاً اقتصادياً غير مستدام بحسب وكالة رويترز حيث اجتمعت مجموعة غير رسمية من أعضاء الحزب الحاكم في الأسبوع الأخيرة لمناقشة كيفية إمكانية أن يتبنى سياسة جديدة لرفع أسعار الفائدة تدريجياً وأفدت مصادر مطلعة لبكالة رويترز أن أردوغان ليس مشاركاً بشكل مباشر في المحادثات التي تشمل بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية من جهة أخرى هناك مسؤولون وأعضاء لمجلس الوزراء صرحوا علناً أنهم يريدون التمسك بالبرنامج الحالي لتعزيز الصادرات والنمو الاقتصادية احتلت صورة أردوغان بقوائم الاقتراع هذه سنوات من عمر الانتخابات في البلاد فمنذ عقديني والرئيس رئيس أو مرشح فهذا الرجل الذي أكل الشيب والسياسة رأسه ما زال صوته يسعفه في أن يخطب بجماهيره الغفيرة أذوظف الموارد الحكومية لصالحه وأنفق بيس خائن على البنية التحتية لإرضاء الناخبين كل هذه الأكياس التي كانت تجهز لتحسم نتائج الانتخابات التركية تتكدس فيها أصوات الأتراك والتي أثبتت أن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصة الأسد فيها أمام منافسه المعارض كليتشدار أغلو حتى الآن على الرغم من أن هذه الأسواق التركية تعج بالمنتجات إلا أن الوضع الاقتصادي المتردد يسمح لعدد كبير من الأتراك بالمشاهدة فقط لا بالشراء إذ يرغب الأتراك الآن بحسب مراقبين ببعض الاستقرار ويستبعدون فكرة التغيير فالبلاد لم تعد تحتمل أي نوع من المجازفات خاصة وأن الرئيس التركي يلعب على حبال سياسية عدة قضية اللاجئين السوريين والتواغل التركي في شمال الأراضي السورية فكل هؤلاء المقاتلين يتدربون منتظرين إشارة واحدة من أنقرة نحو هدف مقبل إضافة إلى أن أردوغان قام بسلسلة هجمات عسكرية استهدفت جماعات كردية في البلاد وخارج حدود البلاد باتجاه كل من العراق وسوريا هجمات تباهى بأنها نفذت عبر طائرات مسيرة وحربية تركية الصنعة فالصناعات العسكرية المحلية لقيت صداً واسعاً لدى الناخبين بحسب محللين كانت هذه السيدة تبكي بحرقة قبل أشهر على قبر أحد ضحايا الزلزال لا شك أن وعود أردوغان بإعادة الأعمار لن تبرد من حرقة قلبها كثيراً فالزلزال فيبراير جعل بلاد تهتز بأكمالها فيما بقي كرسي الحكم ثابتاً في مكانه ينتظر إن كان صاحبه سيعود إليه على عجل هل العلي العربية من إسطنبول ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سامير صالحة أهلاً بك دكتور سامير إلى التاسعة عشرة هل هذه الخلافات داخل حزب العدالة والتنمية أو داخل الحكومة على المقاربة الاقتصادية يمكن أن يكون لها أي تأثير على الناخبين؟ مسأل خير للجميع أولاً موضوع الاقتصاد منذ أشهر في قلب المشهد السياسي خصوصاً في أجواء الحملات الانتخابية التركية كما تعرفين صحيح أن هذا الملف تراجع في الأيام الأخيرة لصالح موضوع ملف اللجوء والملف السوري ككل لكن برأيي سيبقى في قلب النقاش عند الانتهاء من الانتخابات من الجولة الثانية الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الذي سيفوز بهذه الانتخابات سيكون ملف الاقتصاد له في الداخل التركي تحديداً له الأولوية لأنه في عنا أكثر من مسألة الآن تحتاج إلى رصد سريع متابعة سريعة واتخاذ قرارات سريعة سواء كان في الشيق الاقتصادي التجاري المالي أنا من خلال متابعة يبدو لي أنه قيادات العدالة والتنمية متمسكة بالخطة الاقتصادية التي بدأتها في الآوينة الأخيرة يعني بعد الانتخابات لا أظن أنه سيكون هناك تغيير كبير في هذه السياسات يعني الشعارات التي رفعها وكررها ودائما الرئيس رجب طيب أردوغان في موضوع الفائدة المصرفية موضوع الحرب على الغلاء والتدخم كل هذه الشعارات والمواقف مازالت على حالها لا أظن سيكون هناك تحول جذري حقيقي في هذه الملفات طيب أيضا بموازات هذا التطور رئيس حزب الظفر أعلن تجيير أصواته أو دعم كليشتار أوغلو في الدورة الثانية هل تعتقد بأنه يمكن أن يحدث ذلك أي فرق فيما لو أردنا تفصيل العملية الحسابية في أصوات الدورة الثانية يعني طبعا كمال كليشتار أوغلو والمعارضة في تركيا تعول على ما جرى اليوم على هذه التفاهمات الجديدة بين كليشتار أوغلو وبين أميت أوزداغ أميت أوزداغ كان له قبل قليل أيضا تصريح مهم يقول أنه يركز أساسا على العمليات الحسابية الأرقام التي يجل حديث عنها أنه هل بمقدوره بمقدور 2.5% يملكها هو تقريبا أن تؤثر على تغيير النتيجة هو يقول أنه يوجه رسائله إلى الناخب التركي ككل وبدأ يتحدث ويربط الرسائل هذه بشق ضرورة مراجعة المواقف والسياسات على مستوى الناخب التركي وهذه ربما قد تكون فرصة جديدة قد تكون رافعة أو قوة دفع بالنسبة لكمال كليشتار أوغلو باتجاه الخروج من ارتدادات خيبة الأمل التي عاشها يوم الأحد المصرم لكن هناك مسألة مهمة برأيي الآن عقبة أساسية موقف حزب الشعوب الديمقراطية مهم للغاية كان من المنتظر الليلة أن يعلن موقف هو أرجع موقفه إلى الغد يبدو أن الليلة فيه اتصالات بين قيادات حزب الشعوب الديمقراطية التي دعمت كمال كليشتار أوغلو وكما تعرفين في الانتخابات الرئاسة الجولة الأولى وهذه الاتصالات الليلة سنعرف إذا ما كانت حزب الشعوب سيواصل دعم كليشتار أوغلو بعد هذه التفاهمات بينه وبين أميد أصداغ أميد أصداغ اليميني القومي المتشدد الذي له أكثر من مشكلة مع حزب الشعوب كيف سينجح كليشتار أوغلو في الساعات المقبلة بين الجمع بين الطرفين إذا ما نجح في ذلك فعلا فربما عندها سننقش مسألات سيناريوات واحتمالات جديدة بطرح النتائج دكتور سامير لو تحدثنا عن طبيعة الناخب التركي هل من السهل تبديل ولاته نتحدث عن أن حزب الشعوب الديمقراطي بالدورة الأولى كان صوت لكليشتار أوغلو والآن ربما سيطلب منه التصويت لأردغان هل بهذه السهولة يمكن أن يتم تجيير صوت الناخب التركي؟ نتشرين إلى نقطة في غاية الأهمية لماذا؟ لأن الكثير من استطلاعات الرأي في تركيا تحدثت عن حالات مشابهة والمفاجأة كانت أن العديد منها تحدث عن احتمالات التأثير في قرار الناخب التركي بنسبة 25% إذا كانت هذه المعلومات صحيحة فنعم هذا ممكن نتحدث عن 64 مليون ناخب تركي 25% منهم نسبة كبيرة لدعم مرشح على حساب مرشح آخر وهذا الآن ما تركز عليه المعارضة كما قلت لك يعني من خلال انضمام الآن 100 أزدار وإذا ما بقيت مواقف حزب الشعوب على حالها فهذا ربما قد يعطي الفرصة من جديد للمعارضة رأيي الشخصي أنا كان باستمرار في الأيام الأخيرة أنه من الصعب جدا على المعارضة أن تخرج من هذه الورطة التي تعيشها في هذه المرحلة لكن هذه التطورات المتلاحقة تدفعنا نحن أيضا كمتابعين أكاديميين لرصد ومتابعات مفاجآت ربما جديدة في الساعات المقبلة شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة كنت معنا مباشرة من اسطنبول شكرا لك لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة